تحية طيبة تحية عراقية وسلام المسيح معكم أهلا وسهلا بكم بتأملنا بهذا اليوم الرب يبارك حياتكم وصلاتي فعلا تكونون بخير وصحة وعافية اليوم بنعمة الرب رح نأخذ آيتين من إنجيل متى أصحاح الثاني نتكلم عن شخصية اسمها هيرودوس مكتوب بالأصحاح الثلاثة بعدين رح نقرأ العفو من أصحاح الثاني والعدد الثالث وبعدين رح نقرأ من عدد ستعاش فلما سمع هيرودوس الملك افطرب وجميع أورشليم معه هذا صار بسبب أنه المجوس جوي وبلغه هيرودوس قال له له احنا سمعنا بالمملكة اللي انت ملك عليها انولد ملك جديد فهيرودوس طبعا افطرب والعدد ستعاش بيتكلم مكتوب أنه حينئذ لما رأى هيرودوس أن المجوس سخروا به غضب جدا فأرسل وقتل جميع الصبيان الذين في بيت لحم وفي كل تخومها من ابن سنتين فما دون بحسب الزمان الذي تحققه من المجوس وهالحالة كان ردت فعل هيرودوس بسبب هو طلب من المجوس روحوا شوفوا الملك اللي انتوا جايين على مود تشوفوه وتسجدون الى وارجعوا لي وبلغوني على مدآني همين أرواح وقت اللي مجوس شافه ورب يسوع المسيح الملك ظهرهم الملعك وقالهم لترجعون لهيرودوس لأن هيرودوس عندنا نواية سلبية وهم تغيرت الطريق وراحوا بطريق ثاني فهيرودوس من شاف انه سخروا به غضب وراح قتل كل الصبيان بهذاك الوقت من عمر سنتين فما دون هيرودوس هو كان احد الملوك اللي كان بيحكم اسرائيل بسبب السلطة اللي كانت موجودة من قبل الحكومة او الامبراطورية الرومانية كان رجل طاغي جداً كان رجل بيستخدم العنف وهو كان بصورة عامة بيمثل اقصى امبراطورية كانت في التاريخ امبراطورية الرومانية معروفة بالقسوة معروفة بالعنف معروفة بالقتل معروفة بالعدم الحق اللي كانوا بيعيشوا بذاك الوقت هيرودوس كان محب للسلطة والهذا هو كان مستعد ان يقتل كل واحد او كل واحدة بيوقف امامه وحنا هذا شيء بنعرفه انه ابليس هو قتال وابو القتالين القتل ايجا من فكرة ابليس من فكرة الشر هو مستعد كان مستعد يقتل وفعلاً هو قتل الولد الصغار الصبيان عنامود هو يبقى بالمكانة اللي هو بيها عنامود السلطة هيرودوس ايجا وقت ومات مملكته ارتشرت وتوزعت الى اربع اقسام هذا هو اللي بيحارب الله هذا هو اللي بيحاول ان يقتل ويعمل اشياء ضد الله الامبراطورية لو كانت ديمتلها كانت فعلاً اقصى واسفة امبراطورية لوقت بحيث انه وقف امام المسيح بيلاتوس وقال وان انت ما بيك اي غلط ما بيك اي عيب وما بيك اي خطيئة لكن انا راح اغسل ايدي واسلمك للموت انت لا تكون مثل هيرودوس عيش مثل ما الله يريدك تعيش والربي بارك حياتك اشتركوا في القناة